وفي الحرم المكية كدى فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى أن جل الأعمال الصالحة وأسكاها في العشر من دلحجة هو الحج إلى بيت الله الحرام الذي يعد الركن الخامسة من أركان الأسلام نعم إمام وخطيب المسجد الحرام شدد خلال خطبة صلاة الجمعة على ضرورة التقيد بتصريح الحج الصادر عن الجهات المعنية بالسعودية للتيسير على ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم كان من أجل الأعمال الصالحة وأزكاها عند مليككم في هذه الأيام الحج إلى بيت الله الحرام والذي جاء الأمر ببلوغ رحابه لأداء ركن هو خامس أركان الإسلام قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وها هي قلوب الحجاج قد أمت البيت العتيق وبدأت وفودهم تصل من كل فج عميق تلبية لدعوة إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ومن الاستطاعة في هذا الزمان الحصول على تصريح الحج الذي اشترطته الجهات المختصة تحقيقا للمصالح الشرعية وقد أكد البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم وقد جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها ترجمة نانسي قنقر